أطلقت أمانة عمان الكبرى اليوم المسار الثاني من المرحلة الأولى لمشروع الباص سريع التردد وأعلنت بدء العمل بمحطة طارق لإيجاد حلول للمشاكل المرورية ولتعزيز منظومة النقل العام المسار الثاني من المرحلة الأولى لمشروع الباص سريع التردد يستعد لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم محطة طارق تتكون من نفقين للمركبات التي تسهل عملية تنقل المركبات بشكل انسيابي بين العاصمة ومحافظة الزرقاء فيما يربط النفق الثاني منطقتين طارق وبسمان داخل العاصمة هذا المشروع هو حل مروري في نفقين تحت هذه المحطة ودوار وبعد ذلك المحطة قيمت المشروع حوالي 31 مليون دينار ونصف لهذه المحطة فقط بالإضافة إلى شارع الشهيد اللي أيضاً تضمن مشاريع بنية تحتية مهمة نفق على شارع الاستقلال يربط الهاشم الجنوبي مع شارع الاستقلال وأيضاً نفق بحي المدينة الرياضية شارع كلية الرياضة تجهيزات عالية المستوى قامت بها الأمانة لتقديم الخدمات المثلة للمواطنين حيث تحتوي المحطة على مصاعد وأدراج كهربائية بالإضافة إلى ممرات إرشادية لذوي الإعاقة ومرافق عامة لخدمة المواطنين كل هذه مشاريع لخدمة المواطنين لتسهيل حركة المرور حلول مرورية حقيقية كانت كل مرافقنا مهيئة لكبار السن والأطفال وذوي الهتياجات الخاصة بعد سنوات طويلة من الانتظار انتهى العمل في المرحلة الأولى من مشروع الباص سريع التردد والمواطن يأمل أن ينتهي المشروع بشكل كامل كان وما زال مشروع الباص سريع التردد أملاً في التخفيف والتسهيل على المواطنين من ازدحامات السير والتنقل بسهولة ومشروع يحترم وقتهم ومواعدهم أسامة بليبلي رؤية ضبطت وزارة المياه والري خلال حملة تفتيشية نفذتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام اعتداءات جديدة على مصادر المياه في مناطق الجنوب الوزارة قالت اليوم إنه جرى فصل 12 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية كانت تسحب مئات الأمتال المكاعب من المياه يومياً بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وبرك مياه وصهاريج مخالفة مما يؤثر على حصص وكميات المياه المخصصة لعدد من مناطق جنوب عمان وأوضحت أنه وبناء على المعلومات المتوفرة جرى تنسيق حملة أمنية يومياً الثلاثاء والخميس لإزالة الاعتداءات المضبوطة واستكمال الإجراءات القانونية مع الجهات المختلفة تتواصل يوم غد الجمعة فعاليات مهرجان صيف الأردن 2022 في محافظات العاصمة والمفرق وإربد والبلقاء والزرقاء وعجلون وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي في جميع محافظات المملكة فعاليات المهرجان التي تتضمن عروضاً مسرحية وفعاليات ترفيهية وفلكلورية وفنية إضافة إلى حفلات غنائية يقدمها نخبة من الفنانين الأردنيين تبدأ من الساعة السادسة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف ليلاً ضمن المواقع المخصصة في كل محافظة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء أزمة كورونا والنزاعات العسكرية حول العالم التي ألقت بظلالها الاقتصادية على الأردن وصل عدد الأطفال العاملين في المملكة اليوم إلى مئة ألف طفل أكثر من ثلاثين ألف طفل أردني انضموا إلى قافلة عمالة الأطفال في السنوات الست الماضية ليصبح عدد الذين تركوا اللعب في الحارات لتأمين لقمة عيش مئة ألف أطفال العاملين في الأردن عددهم حالياً فاق المئة ألف طفل عامل كان هناك في عام 2016 دراسة آخر دراسة رسمية بيّنت بأن هناك حوالي سبعين ألف طفل عامل هذا الرقم أكيد تغير منذ عام 2016 إلى الآن بسبب ظروف الجائحة والإغلاقات التي تمت الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأردن أجبرت قطرات العرق بأن تسيل عن جبين هذا الفتى الذي لم يتجاوز سبعة عشر عاماً وبدل أن يفكر بالتخصص الجامعي الذي سيقبل به دهان السيارات هو تخصصه في هذه الحياة إذا أنك بتشتغل بيقول لك هذا بلوة البيئة وبلوة الهاب وإذا بشوفوك بتشتغل مش خلصان يعني الواحد إيش يسوي وأهله الواحد مش قادر يصرف عليهم كل يوم الواحد بروح بخمس طلرات بمسك الخمس طلرات من الحرقة يجيب لأمه ولا لأخته ولا لأبوه ولا لأخو دواء بدلاً من السباحة في الصيف أو تناول المثلجات الزجاجات البلاستيكية هي ما يعمل بها هذا الطفل لمساعدة ذويه أنا عملي 14 سنة بقى بلف الحواري وأشوف السيارات الخطيرة بالتلالات والبكامات بقى بشوف العلب وبطول الألمنيوم بحط الحديد على الشقة والبلاستيك على الشقة الألمنيوم على الشقة والحاس على الشقة بحرق وببيع وجيب مصاليف للدار إليه الأوضاع الاقتصادية عكست على الأهل وبشكل كبير فمنذ عقود كان الأبو يجبر طفله على العمل كي يتعلم أن يتعايش مع الحياة أما اليوم فكي يكون سنداً اقتصادياً له مجسداً مقولة مكره أخاك لا بطل عندي أربع بنات ولد وحيدي قاعد بيشتغل معي لأني بشكاثر أدفع أجرة عمال بخلي ابني يشتغل معي مشان مصريفه مشان يكفي مصريفه ويقدر أساعد أمه إذا طلبته منه أشيه لأنه أنا مش كاثر ألب بإهتياجاتهم لا المكان مكانهم ولا الزمان زمانهم أطفال أجبرتهم الحياة على أن يسبقوا أجيالهم بأعوام ليحملوا على عاطقهم مسؤولية إعالة أسرهم فيكبروا قبل أوانهم معرضين أنفسهم للخطر من أجل تحصيل لقمة العيش بشق الأنفس التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتم كبار ضباط الأمن العام في مبنى المدرية اليوم للوقوف على أهم الخطط والمشاريع الاستراتيجية لتطوير عمل المدرية في كافة المجالات استمرار تطوير الخدمات وتحديثها كان عنواناً للقاء مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتم بالقادة والمدراء والذي تناول أهم الخطط والمشاريع الاستراتيجية لتطوير عمل المدرية في كافة المجالات اللواء الركن الحواتم نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزاز جلالته بجهود منتسبي الأمن العام وأكد على المضي قدماً لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات والارتقاء بالأداء العام تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة مشيراً لاستمرار الدعم اللوجستي لكافة الوحدات الميدانية وتأهيل العنصر البشري وتوفير بيئة محفزة له وخطط تدريبية تحاكي الاحتياجات والتخصصات إعداد دراسات للوقوف على الظواهر والسلوكيات والأنماط الجرمية جاءت ضمن توجيهات مدير الأمن العام الذي أكد على الدور الفاعل لمدريات الشرطة في التواصل مع المواطنين والحفاظ على ثقتهم وإشراكهم لتعزيز سيادة القانون في إطار من النزاهة واحترام حقوق الإنسان وبين الحواتم أن التنسيق بين التشكيلات ساهم في سرعة تقديم الخدمة وتحسينها مؤكداً على ضرورة الوصول إلى أفضل معايير الاستجابة والتنفيذ التي تطمح لها المديرية وفي نهاية اللقاء شكر مدير الأمن العام كافة الوحدات التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى خدماتها مشيراً إلى النجاح المتواصل لإدارة ترخيص السواقين والمركبات وغيرها من الوحدات التي ساهمت في التخفيف على المواطنين ورفع جودة الآداء كما استمع الحواتم لأهم الخطط والمشاريع المستقبلية التي قدمها مساعد مدير الأمن العام في مجالات التخطيط الأستراتيجي والإدارة والعمليات وبرامج التأهيل والتدريب والتقييم المستمري للآداء تحديات أمام الاستثمار وبيئة الأعمال في الزرقاء منها ما يتعلق بالخدمات وأخرى بالبنية التحتية مثل مجمع الضليل الصناعي الذي يقول مستثمرون أنه يحتاج إلى إعادة تأهيلاً على أكثر من صعيد يقع مجمع الضليل الصناعي في محافظة الزرقاء على مساحة 826 دنماً ويفتقر إلى تمديدات الصرف الصحي وتطوير البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار وصيانة أعمدة الإنارة وزيادتها وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للعمال بحسب المستثمرين هنا مشاكل التي تواجهها القطاع الصناعي في منطقة طليل الصناعية وأهمها كان اللي هي العمالة المدربة المؤهلة للعمل في المنطقة الصناعية وكيف عمل آلية تدريب وتشغيل وتأهيل لهاي العمالة الثاني كان في عندنا مشاكل البيئية التي تواجه مخلفات الصناعية وحلولها الشوارع التي داخل المدينة الصناعية هي مسؤولية المجمع الصناعي شركة تطوير المجمع الصناعي أي شارع داخل المدينة الصناعية هو مسؤولية المجمع الصناعي هو من يقوم بتطوير وتوسعة الشوارع إذا برضو نحن في بلدية ضليل انتقاد في سعة شوارع معينة داخل المدينة الصناعية لا تستوعب الشاحنات المحورية الكبيرة هذه التحديات أمام الاستثمار وبيئة الأعمال كانت محط اهتمام جلسة عقدت في دار محافظة الزرقاء لبحث سبر تذليل العقبات على المستثمرين توصيات كثيرة منها البنية التحتية المتهالكة داخل المجمع وبالتالي تم الطلب من المطور أن يقوم بتحسين هذه البنية أيضا كان هناك بعض المشاكل في أنه ما في عمالة ماهرة موجودة في المنطقة تم حل هذا الموضوع بأن يتم تدريب بعض العاطلين أو اللي يريدوا وظائف تدريبهم في مراكز التدريب المهني على ما تحتاجه هذه المصانع ويضم المجمع نحو 14 مصنعا و36 مبنى ويوفر ما يزيد عن 22 ألف فرصة عمل تستحوذ العمالة الوافدة على معظمها فيما يحتاج المجمع اليوم إلى تطوير البيئة الاستثمارية للمضي قدما في توسيع خدمات المستثمرين وعوائد أعمالهم محمد أبو علوان رؤية وصل عدد حرائق الغابة في المملكة إلى 60 حريقا معظمها كان بسبب أخطاء بشرية بالرغم من أن هذا العام هو الأقل ضررا على غابات المملكة كافة إلا أن القطاع الحرجي شهد حتى نهاية شهر تموز الماضي 60 حريقا أتت على 700 دنم داخل العاصمة وبعض محافظات الوسط والشمال باستثناء حريق اليرموك الذي أتى على ألف دنم لحد نهاية شهر سبع عام 2020 سبتين حريق وحرائق الحمد لله تم السيطرة عليها سريعا أتت على معظم المواقع القريبة من أشجار الحرجي لكن بجهود الدفاع المدني والبلديات ووزارة الزراع وكوادر الحراج تم إنهاء الحريق بسرعة قياسية بمعظم المواقع لذلك كانت سنة هي أخف ضررا على قطاع الغابات هذا العام خسائر الحرائق وإن حصرت بشكل مادي إلا أنها لا تقدر بثمن لأن زراعة شجرة واحدة يتطلب أعواما بينما 60 حريقا شهدتها المملكة كلف الطبيعة العامة ما بين 2000 إلى 4000 شجرة وثمرة وحرجية لكن الحمد لله بخصوص الأرض الحرجية أو المواقع التي فيها أشجار الحرجية لا يقال بحدود من 2000 إلى 4000 شجرة بين حرق كامل أو شفط والآن العمل على إعادة زراعتها وإعادة تأهيل تلك المواقع العامل البشري هو المتسبب بحرائق المملكة هذا العام بشكل رئيسي أعقاب سقائر من هنا مخلفات مزارع من هناك وتعمل في إيداء الطبيعة قد يحمل في طياته جشعا ماديا هذه المنطقة منطقة حرجية يمنع استعمالها للمواقعة الحكومة الأردنية قبل شهر تم افتعال أول حريق وبعدها افتعال حريق ثاني وحريق ثالث المقصود حسب توقعاتي وتحليلاتي بأنه سيتم للتخلص من هذه الأشجار الحرجية حتى يتمكنوا من بيع المنطقة أو التعمير فيها الوعي هو الحل لتقليص الحرائق فكما لنفس الإنسان عليها حق بالتنزه للترويح عن الذات فللشجرة حق بأن تنعم بالنظافة العامة